هل تلقاء هنا بدينة لقاء السحاب الاول اللي بيحصل اللي ما تصدفش انه بيحصل في مصر ولا فقاي بطولة اخرى وما تصدفش حتى في مطولة جمهورية قبل كده ان يلتقوا شايف اللقاء ده ازاي وكنت متوقع نتوقع نتجة معكسة هو اول مرة طبعا دينا لعيبة كبيرة طبعا وهنا لسه صعدة واول مرة يتلعب الماتش ده ما تلعبش بطولة جمهورية في مصر اول مرة يتلعب في سيمي فاينال افريقيا بطولة افريقيا فطبعا الناس كلها كانت متوقعة الماتش ده او مش متوقعة منتظرة الماتش ده ومحدش كان يعرف ايه اللي ممكن يحصل ما يحدش كان متوقع النتيجة لو سألت احد وكانش في حد هيتكاهم بالنتيجة ابدا هم منتظرين يشوفوا النتيجة هتبقى بس الحمد لله اكيد كان ماتش كويس واللي توفق هو الكسب بس طبعا الخسر يعني دينا الخسرتها تقدر ان شاء الله تعود مع انتهاء كورونا وترجع تاني تسافر بره وتلعب بطولات دولية بره وماتشاتها ومعسكراتها بره تقدر ترجع تاني سعيدي سعيد جدا وعند حالة من السعادة والفخر في نفس الوقت المبقى عندنا لعبات مصريات لعبة خدت شق الطريق الاحتراف وانكم ده مشوفناهوش في لعبات كتير او فردية زي دينا مشوف لما بتبقى متواجدة وخارجة من النادي كبير زي النادي الاهلي وايضا لعبة وعيدة جدا ومستبر قدامها جدا زي هنا جودة دي حاجة مشرفة جدا لنموذج لعبة فردية زي تنس الطاولة فيها دينا مشوفوا فيها هنا جودة طبعا احنا عندنا بنات كتير كويسين ويقدروا يلعبوا محترفات بره بس احنا يعني لسه محدش حطوهم على الطريق يعني هم تقريبا فيه اتنين بس في مصر اللي بيعبوا محترفات بره دينا مشرف ويوسر اشرف هنا لسه صغيرة فيه بيتعرض عليها ان هي تلعب محترفة في البرتغال بس هم بيشترتوا عليها ان هي تلعب في البرتغال بس بمعنى بمعنى ان هي هتبقى لعبة محترفة تلعب في النادي البرتغالي فقط ممنوع تلعب في الاهلي مم وطبعا الكلام ده مرفوض منها ومن والدتها ومن والدها اه طبعا هم عارفين ان الاهلي قد هيه هو الصنع هنا هو اللي وايف جنبها وهي صغيرة ومازال لغاية دلوقتي بوايف جنبها فهم عايزين يحترفوا في مكان يقدروا يلعبوا فيه برة ويقدروا يلعبوا فيه في الاهلي اشتركوا في القناة